حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسنا بن عطية عن خالد بن معدان عن ذي مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزوهم غزوا فتنصرون وتسلمون وتغنمون ثم تنصرفون حتى تنزلون بمرج ذي تلول فيرفع رجل من النصرانية صليبا فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك يغدر الروم ويجتمعون للملحمة وقال روح مرة وتسلمون وتغنمون وتقيمون ثم تنصرفون حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد بن سعيد حدثني الشعبي قال سألت أبنى عمر قلت الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة قال قال يا شعبي ولها سبعة أنفس قال قلت إن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور والبقرة عن سبعة قال فقال ابن عمر لرجل أكذاك يا فلان قال نعم قال ما شعرت بهذا أكذاك يا فلان 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 أكذاك يا